اشتركوا في القناة صدفة تحفظها والسيف يحفظ داخل غمده ليبقى حادا لامعا والذهب بلا غطاء يضعف بريقه والموز لو نزعت قشرته وتركته فسد من غير ان يلامسه احد وكذلك التفاح وانت اخيتي فان الله خلقك بصفات ارق من الرجل فجعل لك غطاء لتسعدي فلا يراك الا ابا واما وزوجا واولادا واخوالا واعماما ونساء فالاجمل اخيتي انك اذا خرجتي بحجابك فانتي في عبادة تحيط بك الحسنات والبركات بل ان الشيطان يخسر لان الحبيب صلوات ربي وسلام عليه قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان فحجابك حفظك اخيتي من الانس والجن بل ان الله نهاكي عن اظهار صوت الخلقال في قدمك وهو تحت الحجاب فكيف بالحجاب قال الحق سبحانه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بل ان اسمن امرأة في المملكة بلغت سبعون عاما وزنها ثلاثمائة كيلو جرام ويحق لها ان تضع حجابها لانها من القواعد ولكنها تفوقت على الكثير لتعلن ان القدمان ضعفت وتوقفت ولكن الحجاب بحسناته لا يتوقف بل من اوصل مريم وخديجة وفاطمة بنت محمد ان يكون سيدات اهل الجنة الا الحياة فاللهم ارزق كل من عزمت على عبادة ربها بحجابها جنة الفردوس الاعلى من الجنة وصلى الله على من اذا صليت عليه انزل عليك من الرحمات عشر اشتركوا في القناة